الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أورق عود وأسمر وهلل مهلل وكبر وصام صائم وفي مثل هذا اليوم أفطر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أعقب الفطر الصوم وذهب يوم وأقبل يوم وأيقظ الله الغافلين من السنة والنوم وغفر لهم الخطايا يوما بعد يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صلية التراويح وذكر الله بلسان فصيح وترطبت ألسنة الزاكرين بالتحميد والتهليل والتسبيح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي النعم الواسعة ومنزل العاديات والقارعة الذي من علينا بهذه الصبيحة المباركة اللامعة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات الساطعة والدلالات القاطعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل الخير ذوي الرفعة أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنكم في يوم عظيم جعله الله تعالى عيداً لكم أحل لكم فيه الشراب والطعام وحرم عليكم فيه الصيام حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام لكل قوم عيد وهذا عيدنا في هذا اليوم يفرح الصائمون بإتمام شهر بطاعة الله عز وجل قضوا بياض نهاره بعبادة مفروضة وأمضوا لياليه بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن إنه اليوم الذي يفرح فيه المؤمن بإتمام طاعته لله عز وجل وهذه هي الفرحة الحقيقية يقول ربنا تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يفرح الصائمون في هذا اليوم بإتمام هذه العبادة شهرٍ كامل قضوه بما استطاعوا من الطاعات وفي قلوبهم غصة وحرقة لفراق هذا الشهر العظيم ولسان حالهم يقول بكت القلوب بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل فعساك ربي فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل إن كان هذا العام أعطى مهلة هل يترى في كل عام يمهل لا يستوي من كان يعمل مخلصا هو والذي في شهره لا يعمل رمضان رمضان لا أدري لا أدري أعمري ينقضي في قابل الأيام أم نتقابل إخوة الإيمان والإسلام لابد في هذه الصبيحة المباركة من أن نبين بعض الأمور نذكر أنفسنا وإياكم بها فقد ورد في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد لنا قال تركتكم على البيضاء وفي رواية على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز أي تمسكوا بهذه السنة العظيمة وقد بيَّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا به من معرفة بداية شهر رمضان ونهايته تبياناً واضحاً لا لبس فيه فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترواه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وعلى هذا كان الصحابة الكرام والتابعون وأتباعهم ومن جاء بعدهم إلى زماننا هذا وإذ بفرقة شازة همج رعاع يريدون من الناس أن يتركوا هذه السنة العظيمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعض عليها بالنواجز أي أن نتمسك بها تمسكاً قوياً ويريدون من الناس ماذا؟ أن يتمسكوا بأقوال الفلكيين سبحان الله سبحان الله حتى الفلكيون لو نظرتم إلى الإنترنت وفي اليوتيوب لرأيتم اختلافهم هذا العام وبشأن عيد الفطر هذا منهم من قال الأحد ومنهم من قال يستحيل أن يرى الهلال الأحد إنما العيد يوم الاثنين تضاربوا فيما بينهم أما هؤلاء الشرزمة الذين يريدون أن يجمعوا الناس على أقوال من هم استهووا من الفلكيين لغرض في أنفسهم فأعلنوا للناس العيد قبل أسبوعين وماذا فعلوا ليموه على الناس أصدروا بيانا قالوا فيه قد استشرنا بعض المشايخ واستشرنا من هم في هذا المجلس ووافقنا بالإجماع على أن العيد هو يوم الأحد تعرفون ما حصل إذا بطائفة منهم ينزلون بيانا آخر يقولون نحن بريئون منهم نحن لا نقبل بهذا بل نحن نريد المراقبة الشرعية فضحهم الله موه على الناس يريدون منهم أن يقولوا ما يقولونهم لهوى في أنفسهم وأما في عيد الأضحى فلا يتجرؤون أن يعلنوا قبل أسبوعين عن عيد الأضحى لأنهم يعرفون لو فعلوا ذلك وكان الناس في يوم عرفة وكانوا هم قد أعلنوا للناس أن هذا يوم العيد ماذا سيقولون للناس ثم أي شرع هذا يدعونه في عيد الفطر صار الفلكيون سنة الله وشرع الله وأما في عيد الأضحى يعودون إلى اتباع الدول الإسلامية هؤلاء يتلاعبون بالدين ويتلاعبون بكم فالحذر الحذر وإياكم أن تنخدعوا بكلامهم أنهم يقولون نريد جمع كلمة المسلمين على أي شيء يجتمعون أليس على سنة رسول الله على ما تركنا عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أم يريدون أن يجمعوا الناس على الفلكيين نعم يا أحبابنا جمع كلمة المسلمين بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس باتباع هذه الأقوال من الفلكيين وهم يتضاربون فيما بينهم هذا يقول في اليوم الفلاني وزاك يقول في اليوم الفلاني فيجتمعون في قاعة في مكان ويصوتون وكأن العيد عندهم صار مرشحا للتصويت فيقولون من يريد الأحد يوم العيد من يريده يوم الاثنين ثم ينزلون بيانا ويقولون اتفق المسلمون على هذا أي اتفاق تزعمون جمهور المسلمين في أستراليا السواد الأعظم لا يتبعونهم لا يتبعونهم ولا يأخذون بكلامهم فلو نشروا منشورا وقالوا نحن جماعة المسلمين يقال لهم ها هي البيانات موجودة عندنا وفي الإنترنت يتبرؤون منكم ومن أقوالكم لأنكم لستم على سنة رسول الله ومهما فعلتم وحاولتم سيبقى جمهور الأمة متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تلتفتوا إليهم وإلى تمويهاتهم ونذكركم يا أحبابنا بصلة الأرحام فالرحم معلقة تحت العرش تنادي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله والرحم كل من كان بينك وبينه قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم كالأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم والصلة تكون بصلة من يزورك ومن لا يزورك ليس فقط بصلة من يزورك فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي وصل رحمه إذا قطعت كما نذكركم بإخراج زكاة الفطر وهي في مذهب الإمام الشافعي صاع من غالب قوت البلد وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نصف صاع من قمح ومن أراد أن يدفعها بالعملة الورقية أي في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يستأذن زوجته ويستأذن أولاده البالغين أما أولاده الصغار فيخرج عنهم ولو من غير إذنهم وقدرت لهذا العام بنحو خمس دولارات عن الشخص الواحد ومن شاء يدفع زيادة وينوي بما زاد عن ذلك الصدقة إخوة الإيمان هذا اليوم يوم عظيم زوروا أقاربكم فيه تواصلوا فيما بينكم أظهروا الرحمة والشفقة أظهروا الرحمة فيما بينكم فقد قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير هذا وأستغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله حق حمده وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه عباد الله اتق الله ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية Dear Brothers in Islam You are now in a great day The day of Eid al-Futr On this day you rejoice The bounties and the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala Bestowed upon you That you have completed one whole month In obedience to Allah subhanahu wa ta'ala You fasted from dawn till sunset And you spent the nights in acts of obedience Praising Allah, reciting Qur'an Praying optional prayers such as taraweeh prayer And making a great deal of supplication On this day it is emphasized That you maintain ties with your kin And the kin mentioned he Refers to anyone that is related to you From your father's side Or your mother's side Your uncles and aunties and the children Are all included in the rahim If you do not maintain ties with them If you do not maintain ties with them You commit a major sin If you don't have an Islamic valid excuse The Prophet sallallahu alayhi wa sallam Mentioned in the hadith That the one who severs ties with his kin Will not be amongst the first batch To be admitted into paradise Rather he deserves to be tortured in hill fire Before he is admitted into paradise Also we'd like to remind you To pay the due zakah of futr upon you And according to Imam al-Shafi'i It is one sa'a Which is four muds And each mud Is every size hands Capped together Filled with the most common staple food Of that region And according to Imam Abu Hanifah It is half a sa'a of wheat And if you want to pay In money Then you pay the value of Half a sa'a According to Imam Abu Hanifah Which is equivalent to five dollars And if you want to pay more you can And you intend with whatever is extra As normal donation We ask you also to show compassion And mercy to your Muslim brothers Especially on this great occasion We ask Allah subhanahu wa ta'ala To bestow upon us his mercies And the blessings of this great occasion And Allah subhanahu wa ta'ala La know's best Wa'alamu عباد الله An Allah amara'kum biammerin arzuim Amara'kum bil-صalaati wa salaam Ala nabiyihil kareem Fakal Rabbuna Wahoo asdakul kailin Inna Allah wa malayikatahu Yusallun ala nabiy Ya ayuhal lezine amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad Wa'ala ala muhammad Kama salli'ta ala ibrahim Wa'ala ala ibrahim Inna ka hamidun majid Wa barik ala muhammadin Wa'ala ala muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa'ala ala ibrahim Inna ka hamidun majid Allahumma inna da'auna ke Fa'istajib lana du'aana Fa'agfirillillahumma lana zunobana Wa'asraafana fi' amrina Allahumma la teda'lana zemba'n illa Allahumma ya hamidun ya mannan Ya za'al-joodi wa'al-ihsan نرجو عفوك والغفران اجعلنا من عتقاء شهر رمضان هذا العام يا أرحم الراحمين يا الله وبحق هذا اليوم العظيم وهذه الساعات المباركة ارفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجمع شملهم ووحد على الحق كلمتهم ورد مهجرهم إلى دياره آمناً سالماً مطمئناً يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم